وراء من المباريات المهمة جدا اللي انت قدامك مفيش غير حل واحد انك تكسب تلات نقط تلات نقط بقى انت حصلت على العلامة الكاملة فيه 11 يوم في الاربع مباريات زي ما كنا بنقول ان النادي الاهلي خلاص الامر الواقع الامر الواقع عليه الضغوط الكتير جدا 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 فيه عدد المشات فيه عدد ايام قليل جدا 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 لا وكمان ايه قرينا حاجة غريبة جدا اللي ومن اللي فاتوا ان كمان بعد ماتش التراجي اللي هو ماتش العودة ان شاء الله 25 مايو هنا ساد القاهرة فيه ماتش يوم 29 في الكاس ما النادي الاهلي يعني فوادي ويه لجنة موسابات فوادي تاني خالص فوادي تاني خالص وكأن النادي الاهلي ده المفروض ان انت تضغط عليه وتفرمه علشان ايه يعني كاس يا عم عدي الكاس مش مشكلة ايه المشكلة يعني وانت لازم تلعب بالدولين في الكاس هي مش لايحة بيقولك لا اصل الليحة بتقول ان في الدور الـ 32 ممكن ما تلعبش باللعيبة الدوليين الليحة بتقول كده طب ولايحة الاجندة الدولية بتقول ايه بتاعت الاتحاد الدولي لايحة الاجندة الدولية بتاعت الاتحاد الدولي بتقول ايه بتقول اللعيبة الدوليين يروحوا امتى لمنتخب مصر او لمنتخباتهم عموما النادي الاهلي ما بيتأخرش أبداً على منتخب مصر أبداً ولا حيتأخر ولا عمره تأخر ولكن رعيني يا أخي رعيني أنت كل ده مش حاسس يعني أنت كل ده مش شايف اللي بيجرى للنادي الاهلي مش شايف الضغوط اللي على النادي الاهلي والنادي الاهلي في الآخر بيعمل إيه ده بيمثل مصر يعني في البطولة دي النادي الاهلي بيمثل مصر بدل ماهوف معاه أضغطه وأفرمه يعني أنا مش فاهم يعني الناس دي ما بتشوفش ما بتشوفش اللي وقاء على النادي الأهلي يعني عايزين إيه إن الأهلي ما ياخدش ما هو الأهلي النادي الأهلي هو حامل لقب كاس مصر الموسم اللي فات النادي الأهلي حامل لقب بطولة الدوري الموسم اللي فات النادي الأهلي حامل لقب كاس السوبر المصري الموسم اللي فات حامل لقب بطولة إفريقيا الموسم اللي فات وعنده تطلعات لأن النادي الأهلي بيلعب على هدف واحد بس المكسب مكسب البطولة الرياضة فوز وهزيمة ما قلناش حاجة ولكن لما تحطيلي كمان عرقيل وتحطيلي مطباط عشان أنا ما كملش لا طبعا لا لازم يكون هنا في وقفة المسؤولين في النادي الأهلي بيعرفوا ياخدوا حق النادي الأهلي كويس قوي 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 برئاسة الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته احنا بنطلب ايه هي اي بطولة اي بطولة لما تيجي تتعمل لازم نمروحة كده يبقى فيه حاجة اسمها تكافؤ فرص تكافؤ فرص انما انت من البداية لغي حط التكافؤ والفرص يعني ايه يعني انت تلعب مش كاس مش مش مشكلة يا سيد الدوليين اللي عندك ده وكمان لعبت المنتخب اللي هم بيلا مش مشكلة يلعب بالباقي وانا بعد الماتشات المضغوطة طول السنة وعندي ماتشين نهاية افريقيا بدل مااخد ثلاثة اربعة تيام اجازة لأ عمل لي ماتش ماشي اعمل لي الماتش بس فيه لوائح فيه لوائح نمشي عليها كلنا وفيه لوائح دولية نمشي عليها كلنا انما تيجي عند النادي الاهلي وتحطوله المطبط علشان ما يكملش ومش عايز النادي الاهلي يدفع عن حقه لا لازم النادي الاهلي يدفع عن حقه ليه حق؟ اخده ليه حق؟ اخده لما تيجي تعمل بطولة فيه حاجة اسمها تكافؤ فرص تكافؤ فرص ده الاساس بعد الماتشين بتوعي الترجي ده لعيب النادي الاهلي عايزة تشم نفسها تشم نفسها ده فيه الله اعلم كابتن حسام حسن هاخد كام واحد مرة الفائدة اخدت 19 لعيبة المرة دي بتتكلم برضو على 8-9 ممكن ياخد 8-9 لعيبة فانت بتكلم على فرقة كاملة فرقة كاملة عايزة تستريح شوية من الضغوط اللي انت حطيتها فيها لعيب ده 4 متشات في 11 يوم وعندي ماتشين تقال جدا 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 في نهاية البطولة اللي مصر معظمها او غلبيتها بتتمنى وبتستنى النادي الاهلي يجيب البطولة بتاعة افريقيا فالمفروض المفروض ان انت تقف جنب النادي الاهلي مش تحاول تعرقل النادي الاهلي